احنا في الفترة الاخيرة بالاخبار مش عم بيمضى يوم الا في جماعة من الارهابيين طبعا باسم الدين الاسلامي بغض النظر المسلمين وافقوا او لم يوافقوا هذه وظيفتك انك انت تتظاهر وتقول ان هاي الناس مش مسلمين هؤلاء شياطين لانه الفعل اللي بيفعلوه هو بكل بساطة اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس هذه مواصفات الشيطان السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك كان ذاك قتالا منذ البدء وهو الكذاب وابو الكذاب طبعا اذا الامور استخدمت العنف باسم الدين وبيستخدم الكذب بيستخدم القتل والعنف والارهاب وبيستخدم الاغتصاب والزواج وطبعا امتلاك الاموال وصرقت امور مثل ما حادث في مصر صرقوا الموبايلات وصرقوا ايضا الذهب من الناس تحت من ما هي المسميات اللي ممكن تسميها وبعدها بهنوا بعد على الانتصار العظيم يا سلام جماعة من النساء والاطفال والرجال العزل رحين على كنيسة حتى يعبدوا الرب وبعدين بيجوا الارهابيين بوقفوا الباص الحافلة يعني وبعدين بيعطوا يعني الخيار لازم تسير مسلم طب اسير مسلم ليه وكيف وهل يعني اسير مسلم تحت الرشاش المدفع الرشاش تحت الرصاص وفردا انا انسان ضعيف ما عنديش قيم امشيت على ما قلت اوكي خلاص قلت الشهادي هل هذا يعني ان انا صرت مسلم وهل لها الدرجة الدين بسيط وهل لها الدرجة الله يرتشى وهل لها الدرجة الله ضعيف وهل لها الدرجة انه الله بيسمح وبحلل بعد ما اعطى قمة القيم والتعاليم في شخص المسيح ايعقل ايعقل باسم اي دين يعمل ما يعمل